مرحبا حضراتكم من جديد مشاهدي هذا الصباح وتزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في الاجواء واقتراب حلول فصل الصيف بالشكل رئيسي بيكون مهم جدا تجنب الاجهاد الحراري خصوصا انه بيحصل نتيجة ارتفاع حرارة الجسم بسبب التعرض لدرجات حرارة مرتفعة جدا وخصوصا كمان مشاهدين عندما يصاحب ذلك ارتفاع في الرطوبة والقيام بنشاط بدني شاء تفاصيل اكتر عن نصائح لتجنب الاجهاد الحراري هتكون معانا في السياق هذا العرض المعلوماتي ترجمة نانسي قنقر تفاصيل اكتر عشان نعرف ناخد احتياطاتنا خلال فصل الصيف ينضم الينا هاتفيا دكتور مجدي بدران استشاري المناعة صباح الخير على حضرتك يا دكتور واهلا بيك في هذا الصباح سيراد عليكم جميعا اهلا بحضرتك قبل ما نروح لمرحلة احنا محتاجين نصائح علشان نتجنب الاجهاد الحراري محتاجين نعرف من حضرتك ايه هي اعراضه والفئات الاكثر عرضة ليه علشان نكون في امان مبدئيا طبعا الاجهاد الحراري بيجي في الناس اللي معندها الثقافة التعامل مع الاجهاد الحراري دا دلوقتي العالم كله بيقيني من المشكلة دي عشان تغيره المناخ وغياب الثقافة ومش بس في الاجهاد الحراري عمديني حاجة اسمها الودمة الحرارية يعني ممكن واحد يورم الطفح الجلدي تشنونجات الحرارية الاجهاد الحراري الاغماء الحراري ضربات الشمس نقوبات الربو الصيفية وجي موجودة ايضا دلوقتي لكن اكد برضو على دور تقدان الماء الجسم والملح خلال التعرق المفرد دا بيخليني عندي جهات حراري ضربة الشمس بضب احد المضاعفات للجهات الحراري ممكن يجي الجهات الحراري ونعت في البيت بدون الخروج الاعلامات بقى تعرق شديد خطاقان للقلب الجلدي يبقى شاحب وبارد ورطب ضعف ضوخة اضطرابات بصرية صداع عطش شديد الغثيان سنجات العضلات ضيق التنفس في غثيان بول داكن على عكس ضربة الشمس بقى قبل حرارة ما توصلش الاربعين ويبقى هنا المصاب ممكن اكلمه ممكن اقوله اشرب مية يتفاعل معايا يبقى اكثر وعيا من المصاب بضربة الشمس مهمة او ان احنا نوعي الناس كلها بهذا الموضوع ومنلاقى حد كده على طول من خطف ملابسه ونجيب مكان فيه تهوية نديله مية نشجعه على شرب السوائل واغلبه مشربش مية بقوله فترة طويلة وان احنا نموعي الناس كلها ونقول لهم خلي بالكم ان ربنا خلق لي عندنا جهاز تكييف مركزي وعندنا فيه جلدنا من اثنين لاربع مليون غد عرقية لو الغد دي عرقت وطلعت المية بس على شرطه بديها مية تاني كل شوية من نوع من التبريد مش محتاج انا تكييف او مروحة ومروحة كفاية يبقى احنا نقصصنا حكاية ان احنا ننشر الغد العرقية عندنا واحد اثنين اننا لازم لابس في الصيف ملابس فصادة واسعة قطنية وتكون معصنوعة من المادة زي القطن مثل او غيرها او الكتان وتكون خفيفة وتكون واسعة ومتكونش غمقة ولا زرقة والاشياء اللي بتشوفها جيد حاجة تانية متوباش محزقة على المنتونات زي ما نشوف الاطفال والطلب الصغرين دول وان احنا نعلم الناس انها حتى ويقعد في البيت تمارس الرياضة ووجد ان ممارس الرياضة داخل البيت حتى في الجو الحار بيخلينا نتعود وعندك مثل خير جند الارض الجنود ازاي بيتحملوا الصحر في عز الحار محدش بيشتكه عشان يتعودوا يبت تعود ده يخلي الغضب العرقية عندي تصبح اكثر نشاطا جا تتعب اقل تبدأ بالتعرق في وقت مبكر العلق نفسه يبقى اكتر معدل اسرع يوزع على الجسم كله على الجلد يقال المحتوى الصوديوم اللي فيه يبرد الجسم يقال المرتفع براجة الحرارة ما يخليش اكل في جفات يخلي اداء افضل للقلب ويخلي الجهد الحرقي اقل يعني دكتور ماجدي بدون مؤاطعة حضرتك ولكن التفاصيل كثيرة جدا انا في المقدمة قلت مع اقتراب حلول فصل الصيف يعني خلاص احنا في نصف سابعة طبعا الصيف بدأ بقاله فترة اه طبعا الصيف بدأ بقاله فترة بس شهر تمانية بتكون درجات الحرارة يعني تكاد تكون تصل للاربعين واكثر كمان الاطفال الاطفال انا عايز رسائل من حضرتك ونصائح للام والاب في الحفاظ على الاطفال اثناء الخروج في هذا الوقت هنعودوا مش رابهم ماير لانهم اصلا مش هقول لك انا عشان مركز العطش عندهم ما تكونش هنديهم سوائل بس المستوائل اللي احنا بيشوفها في المحلات وكلام ده سوائل طبعية عصار الفاكرة مهم جدا نحنا نخليهم اللابة ساعتهم واسعة ان احنا مش هندرخل قدامهم ان احنا يستحين نخليهم في العربية ونقف العلوم ونسيبهم او في مكان مقفول ماكوش تهوية نحنا لازم نحميهم مرة ومرتين في اليوم ونحنا نخليهم يناموا في ابرد مكان في البيت والمكان اللي نكونش تيه اساج وسجاجيد وعشان الهواء ينور ويبقى في دوران الهواء افضل ونفتح الشوابية ونتمتع نصائح الحياة مهمة جدا يا دكتور نشكر حضرتك على توضيح الاعراض وايضا النصائح لتجنب الاصابة بالاجهاد الحراري دكتور مجدي بدران استشاري المناعة شكرا جزيلا لحضرتك